كافافان الكلماليك الى في قرقنا. بصراحة حان الوقت بش معناها قرقنا ترجع لمرجعة السيادة التونسية لانه اكثر اللي حكيت عليه ليلة شيء اللي هو الهجرة السرية. وفما حتى عودة المقاتلين. لانه فما لانه برنامج مخطط له انه عودة المقاتلين تم من سوريا ومن العراق الى ليبيا ومن ليبيا عبر السواحل عبر سواحل من زوارة وغيرها يدخلوا على قرقنا. هذا يرى امر مخطط له. وغير معقول انه جزيرة كاملة تابعة اللي ما رجع اه لمنطقة النفوذ التونسية تكون خرج سيطرة الدولة. ذا امر غير معقول. عنا عمي من اللي من اللي اه مشهد مروع انا شفته ونعتبره سقطت به الدولة وقت اللي كرهبت الشرطة. سقطت. في البورت متاع القرقنا. ومن المحتفلين بالسقوط اللي كانوا موجودين وقتها على عين المكان. الاستاذة كلثوم كانوا القاضية السابقة والمحامية الحالية والمترشحة السابقة لي اه منصب رئاسة الجمهورية.